ترجمة نانسي قنقر المؤدية نحو تحقيق الاستدامة في الخطط التنموية نجاحات تحققت وما يزال رصيدها يفيد في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحلول تخزين الطاقة باستخدام تقنيات الهيدروجين الأخضر وغيرها الكثير وتلك الإنجازات لم تكن لتصبح واقعا محسوسا لولا عظيم المبادرات ووفير المقترخات التي قدمتها هيئة الطاقة المستدامة وسارعت إلى تنفيذها الحكومة الموقرة كمثل مبادرة الاستفادة من أسطح المباني واستخدام المساحات غير المشغلة في مشاريع البنية التحتية كتركيب الألواح الشمسية على خزانات المياه ودمج حلول الطاقة المتجددة في الجسور وتصاميم المرافق الترفيهية كالحدائق والمنتزهات ودراسة مشاريع الألواح الشمسية العائمة ومشاريع إنتاج طاقة الرياح في المياه الساحلية والعميقة واستحداث سجل تجاريا لتسجيل الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة والبدء في إعداد استراتيجية وطنية للمركبات الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والعمل على إطلاق جائزة الطاقة المتجددة بالإضافة لإجراء دراسات ومسوحات تدقيق الطاقة في المباني لتخفيض استهلاك الطاقة ودراسة الاستفادة من الطاقة المتجددة لتحلية مياه البحر لتخفيض كلف الإنتاج إضافة إلى دعم إنشاء المصنع الثاني لصناعة الألواح الشمسية بشكل يسهم في تحقيق الرؤى التنموية في إطار استدامة موارد الطاقة وتنويعها ما من شأنه وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال ويؤسس لمزيد من الاستثمار في مجال البيئة النظيفة برامج ناجعة تتمحور حول زيادة نصيب موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة في البحرين بنسبة 5% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2025 وبإنتاج من الطاقة النظيفة يقدر بـ 710 ميجاوات بحلول عام 2035 لتشكل مشاريع الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من هذه النسب نظرا للموقع الجغرافي والظروف المناخية المناسبة لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة وعدم الاعتماد فقط على محطات الغاز الطبيعي بشكل كلي الأمر الذي يبشر في تحقيق جودة مستمرة للطاقة وتحسين الكفاءة في استهلاكها لتلفزيون البحرين محمد رشادات